سلام عليكم يبدو ان الهجوم المستمر والشرس من شاومي وريلمي على الفيل متوسطة ورخيصة بدت نتائجها تظهر على سامسونج والتي فقدت كل اريحيتها ومراكز قوتها بهذه الفئات والضغط بدأ يشت حيلة على مبيعاتها خصوصا بعد صعود شاومي للمركز الثاني عالميا وطاحتها بأبل وسامسونج مراحل ظلم كتوفة الأيدي وهي تشوف مبيعاتها بالنازل لذلك محضرة مجموعة كبيرة من الأجزاء بالفترة القادمة وبمختلف الفئات وواحد من هذه الأجزاء أنت عنه لمواجهة شاومي وريلمي بالفعل الاقتصادية الرخيصة فهن رح تستطيع المنافسة هذا اللي رح نعرفه بهذا الفيديو أنا محمد من قناة تكتين وهنا نبيكم مراجعة سريعة لهم موصفات وسعر الأم 21 من سامسونج وهنا نبيكم تصميميا الجهاز بجسم وطار من البلاستيك وبطبقة حماية من غورين غوريلا قلاس جيل الثالث وبصمة كاباستيف بظهر الجهاز وبلونين هما اللون الأسود والأبيض عندك مدخل سموات 3.5 مليا موجود وراديو أف أم موجود لكن ما يدعم لا أنفسي ولا أنفراريت وأيضا ما يدعم نظام ستيريو سبيكر فقط سموها وحدة أسفل الجهاز بينما الشاشة فهي من أفضل الشاشات الموجودة سوبر أمولاد مقاسة 6.4 إنش بدقة فول أجدي بلس 1080 في 2340 بيكسل وبكثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل إنش وبوضاعة توصل 420 نيتس لكن وللأسف شاشة تدعم فقط 60 هيرتس وليس 90 هيرتس أما الأتات الصلب فسامسونج استخدمت معالجها القديم الأكزونوس 9611 والمصنع بمعمارية 10 نونومتر وبمعالج رسومي من طرازل مالي جي 72 مع رام 64 جيجا بايت من نوع الـ LPDDR4X وذاكر 64 أو 120 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع دعم رضافة بطاقة ذاكرة خارجية هذا المعالج مجربي بعدة أجهزة سابقة ينطيك أداء جيد ومستقر بالاستخدام الخفيف أما بالاستخدام المكثف فما راح أعجبك أداء الجهاز ورح تشوف تهنيقات بسيطة كذلك أي لعبة تقدر تلعبها بفضل المعالج الرسومي القوي لكن مو بالأدادات العالية حاول تسوي الأدادات وسط حتى متحس بارتفاع درجة حرارة الجهاز ومتشوف تعليقات خلال اللعب والجهاز راح يعمل بالاندرويد 11 وبواجهة سامسونج الأحدث الونيو آي 3.1 أما الجانب المهم واليميز عائلة الأم هو البطارية بطارية الأم 21 أملاقة بساعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 واط تشحلك من الصفر للمية بالمية بحدود ساعة وخمسين دقيقة يعني أقل من ساعتين يفويل عندك الجهاز أما كاميراته فموجود عندك ثلاث كاميرات عدسة أساسية بقوة 48 ميجابيكسل F1.8 تدعم التركيز التلقائي للصورة والعدسة الثانية ألترا واد بقوة 5 ميجابيكسل F2.2 والعدسة الأخيرة للعمق أو Dth سنسر بقوة 5 ميجابيكسل F2.4 وكاميرا للسيارة في وحيدة بدقة 20 ميجابيكسل F2.0 لكن ما يميز هذا الجهاز مو صور الفوتو وإنما الفيديو تقدر تصور من خلال هذا الجهاز فيديوهات بدقة 4K معدل 30 أطار الثانية من كاميرات الأساسية لكن بدون أي تثبيت من أي نوع وأيضا تقدر تصور فيديوهات سنو موشن بدقة 720 بمعدل 172 أطار بالثانية وبختام الفيديو أصدقائي الـ M21 متوقع أن يتوفر بدعاية الشهر القادم وسعر الرسمي لأننا سامسونج نسخة 4 ب 64 جيجابايت بسعر 170 دولار يعني ما يعادل تقريبا 250 ألف دينار عراقي ونسخة 628 جيجابايت بسعر 195 دولار يعني ما يعادل تقريبا 190 ألف دينار عراقي لكن ماكو موعد محدد لوصوله لأسواقنا ولي بالتأكيد إذا نزل رح نعطيكم علم موعدة ومكان توفره بالأسواق هذا كل ما عدنا في فيديو اليوم أنتشون رأيكم أصدقائي بمواصفات الجهاز وسعره أحب أشوف أراءكم بصندوق التعليقات واشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم في أمان الله